نقش المكاتب التنفيذي لمحافظة مارب اليوم برئاسة المحافظ ناجي الزايد مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية بالمحافظة وقوائم الجلد السنوي الى الجانب ضل حساب الختامي للمكاتب التنفيذية للسنة المالية المنتهية 2010 في الاجتماع شدد محافظ مارب على اهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي وتفعيل مبدأ الثواب والعقابة في اطار كل مكتب ومؤسسة في مارب ايضا شدد محافظ مارب ناجي الزايد خلال زيارة اليوم لمكتب الصناعة وتجارة بالمحافظة على اهمية تفعيل دور المكتب وتجديد الرقابة على الاسواق من حيث اشهر الاسعار وضبط المتلعبين بالمواد الغذائية واقوات المواطنين وخلال اجتماعه بموظفي المكتب ناقش عددا من القضايا المتعلقة بآلية عمل المكتب والتنسيق مع جهات الضبط العمني والقضائي اعلنت اللجنة الفرعية لجوائز رئيس الجمهورية للشباب بمحافظة تعز اليوم اسماء الفائزين في التصفيات التمهيدية للجائزة في دورتها الثانية عشر للعام الفين وعشر وفي الاجتماع نوها محافظ المحافظة رئيس اللجنة حمود خالد الصوفي بروح التنافس الشريف بين الشباب في المجالات الابداعية وتطلعاتهم في الضفر باهم جائزة شبابية على الساحة الوطنية ناقش رقاء تقييمي اليوم برئاسة محافظ محافظة لحجة محسن النقيب مستوى الانجاز لمكتب صحة العامة وسكان في كل من مديريتين المضاربة ورأس العارة وحبيل الجبر فيما يخص الصحة الانجابية وإدارة التحصين وبرنامج التغذية الصحية وبرنامج السل وبرنامج الطفل خلال اللقاء كدى المحافظ وهمية التطرق لاحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية ومعالجة المعوقات التي واجهت تنفيذ خطط المكتب للعام الماضي في لحجة أيضا ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بمحافظة لحجة برئاسة الأمين العام للأمين العام للمجلس المحلي علي حيدر ماطر احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية في الاجتماع كدى الأمين العام اهتمام القيادة السياسية والسلطة المحلية بتوفير الخدمات في مختلف الجوانب مشيرا إلى إدراج بعض المشاريع ضمن خطة المحافظة وبعضها في إطار المناقصات التي سيتم تنفيذها في الوقت القريب التقى نائب وزير الخارجية دكتور علي مثنى حسن اليوم السفير الأسماني بصنعه خافير هرغيتا غارينكا جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتحديدا مجالات التنمية ناقش أمين عام المجلس المحلي لمحافظة بأمين الورافية اليوم مع لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب برئاسة الدكتور الصالح بعشر عددا من المواضيع المتعلقة بالمياه والبيئة في المحافظة وفي اللقاء كده الورافية أن السلطة المحلية تتعمل على تنفيذ المشاريع والخطط الهدفة إلى الخفاظ على البيئة ووقف أعمال الحفر العشوائي لأعبار المياه للحد من الاستنزاف الجائر لها في الحديدة أقيم أمس بمركز تدريب الحرس الخاص بالمحافظة حفل تخرج الدفعة الثالث والعشرين من الدورة الثالثة الصائقة لثلاثمائة وثلاث عشر طالبا من طلاب الكلية المحرية وفي الحفل شاد أمين عامل مجلس المحلي بالمحافظة حسن أحمد الهيج بأهمية تدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات القتالية المختلفة إلى تعزيز التي تعزز من قدراتهم وإمكانيتهم في حماية الوطن أكد وكيل محافظة حضر موضي الشؤون الفنية المهندس فات سعيد المنهاري ضرورة تأهيل المرأة وتنمية قدراتها العلامية لضغطية الفعاليات والأنشطة التي تشهدها المحافظة جاء ذلك خلال الإجتمع الذي ضمن العلامية في المرافق والمؤسسات العلامية بالمحافظة منوهم بدور وسائل العلام المقروعة والمسموعة والمرئية في رفع مستوى التوعية الاجتماعية وإيصال الرسالة العلامية إلى كافة شرائح المجتمع بدأت اليوم بمدينة سيئون محافظة حضر موت ورشت عمل تدريبية للشركاء مشروع النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي في مديريات سيئون وتريم وساء والسوم في وادي حضر موت وفي افتتاح الورشة أوضح وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عميرة أهمية الورشة في التطرق لقضايا تحسين أوضاع المرأة والشباب وتفعيل دورهما في العملية الاقتصادية والتنموية اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عميرة اليوم على سير العمال الميدانية للموسم الخامس للاكتشافات الأثرية في موقع عادية الأثرية بمنطقة الغرف مديرية تريمة التي يقوم بها فريق يمني متخصص من فرع الهيئة العامة للأثار بالوادي والصحراء وأتعرف الوكيل عمير على الاكتشافات الأولية التي توصل إليها الفريق بهذا الموقع الأثري والتي تؤكد أن هذا الموقع يعود إلى القرن الأول الميلادي أوصل مشاركون في ورشة عمل خاصة بحقوق الطفولة والشباب بتفعيل منود الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وتنفيذها وفقا للمراحل المحددة لها حتى عام 2015 وفي ختم الورشة قد وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب عبد الرحمن الحسني ضرورة أن يعمل المشاركون لتنفيذ قرارات وتوصية الورشة الهدفة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بدأت اليوم بمحافظة حج دورتان تدريبيتان لأولى حول عدد المدربين وأخرى حول المهارات الحياتية لطلاب المدارس المستهدفة ينظمها مشروع تمكين المرأة من التعليم التابع لمنظمة كير العالمية في الدورتين أشارت مديرة المشروع بسم القباط إلى أن المشروع يستهدف المناطق التي تكثر فيها ظاهرة تسرب الأطفال عن التعليم بهدف تلبية احتياجتها من المدارس وتكثيف البرامج التوعوية المحافزة لعادة أولئك المتسربين ودمجهم في صفوف التعليم بدأت أمسى بمحافظة شبوى فعالية برنامج تدريبي خاص برفع قدرات المرشدين الزراعيين بالمحافظة ينظمه مكتب الزراع والريب المحافظة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عبر مشروع تحسين مستوى معيشة المجتمع وفي افتتاح البرنامج أكد وكيل المحافظة ناصر الخاضر السوادي أهمية البرنامج في رفع قدرات المرشدين الزراعيين في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج الارشادية وتحقيق الكافاءة والفاعلية في التنمية الزراعية في الختم لكم من التحية تحياتي وتحية الزميلية أنا محمد مصور حيكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة